اشتركوا في القناة ربما هي لم تبدأ مع الصيف هي صيفاً وشتاءاً في العراق الحقيقة لكن في الصيف تتفاقى من المشكلة ودرجات الحرارة المرتفعة تفضح الفساد والخراب الذي حل بالعراق في هذه المنظومة التي تسمى منظومة الكهرباء طوال ما يقرب من 20 سنة وزارة الكهرباء اعلنت انها ستقل الساعات تجهيز الكهرباء بسبب يعني تقديل خمسة ملايين متر مكعب مثل ما قالت من كمية الغاز الايراني المورد اليها الى محطات الكهرباء بسبب الديون يعني تقول ان هناك ديون مواجلة على العراق لصالح ايران منذ عام 2020 هذه ديون عام 2020 تقول وزارة الكهرباء وزير الكهرباء نفسها يتحدث يقول انها يعني مليار احوالي 692 مليون دولار الجانب الايراني يطلبون هذا المبلغ بسبب الغاز اللي يزوجون بي حتى تشتغل محطات الكهرباء والحقيقة هذه المنظومة اللي صرفوا عليها هم يقولون الحكومة تتحدث عن 80 واحد 80 مليار دولار تقول انه صرفنا عليها وما زالت هي المنظومة خريبة مدمرة لا توحي بان الايام القادمة قادرة على ان تفعل شيء وتعيد الى العراقيين ما يحتاجونهم من كمية كمية كهرباء شركة سمنس سمعنا عنها اكثر من مرة هذه الشركة الالمانية قالوا انها يعني اخذت عقد كبير وهي من اللي ستعمر الكهرباء وستنشئوا محطات كذبة كبيرة وبالتالي شركة سمنس يعني منظمة التقارير تحدث انه العراق لم يصرف 80 أو 81 مليار دولار على الكهرباء تقول انه اللي يصرفو 136 مليار دولار ولكنها تحدد تقول انه يعني هذه الصرفيات يعني بلا عوائد يعني صرفت 136 مليار دولار بلا عائد لا تتوقعون ان هناك عوائد تعود اليكم حقيقة العراق الآن بدون مصانع بدون كل المصانع كلها متوقع كلها انتهت مصانع العراق لانه العراق لا يصنع شيئا وبدون كل شيء تحتاج الكهرباء عدى الاستخدامات المنزلية عدى هذا يحتاج إلى يعني مثل ما يقولون خبراء تحدث وزارة النفض حوالي 30 كي في كمية الكهرباء التي تحتاجها العراق ينتج نحو 12 الى 13 كي في الآن بكل هاي المحطات وكل هذي الخطوط الخارجية التي تزود العراق سواء من الأردن أو التركية والآن يعملون على يعني يبشرون بأن هناك ربط كهرباء مع الخليج ومع السعودية كل هذا الربط حتى لو اشتغل بأقصى طاقة لن يمثل إلا أقل من 25% من الحاجة فنحن بحاجة إلى ضعف أو أكثر من ضعف من هذا الرقم من الكهرباء لكي تستقر الكهرباء وتأتي بشكل طبيعي للناس طبعا مع تصليح الشبكات وتصليح كل شيء تصليح المحطات والتوصيل وكل هذه وهذا الانتاج الذي نتحدث عنه أنه 13 ألف كي في هذا انتاج يقولون عنه لكن بعد أن تحمله وبعد أن ترسله بالأسلاك هذا يفقد الكثير من عنده ربما يصل إلى 8 أو 9 كي في فبالتالي أنت تفقد الكثير ذلك تحتاج إلى الكثير وهذه مثل ما قلنا بدون صناعة وبدون كل نشاطات اقتصادية أخرى هذه فقط يعني الأغراض المنزلية البنى التحتية في بلد مدمرة والكهرباء جزء من هاته في بنى التحتية فساد عالي جدا جدا لذلك لا يمكن الحديث عن بلد يمكن الحديث عن حكومة تفعل شيئا في ظل عدم اهتمامها بالبنى التحتية طبال 20 سنة كل البنى التحتية القديمة التي كانت قبل 2003 قد استنفذت وقد خربت ودمرت وباتت خرابا نحتاج إلى بنى يعني لم لم تحصل إدامات عليها وبالتالي نحتاج إلى بنى جديدة وكم تحتاج من المليارات من الدولار كم تحتاج من الأموال كم تحتاج من العمل والوقت هذا كل محسوب وبالتالي أنت لا تتوقع من الكهرباء أن تعود والمشكلة الكبيرة وأهل العراق يعانون الأمرين الكهرباء مفقودة غير قادرين على أن يعني لا تتوفر لديهم ودرجات الحرارة تصل إلى 60 درجة وأكثر من 60 درجة في هذا الصيف الآن درجة الحرارة تجاوزت ربما الأربعين وتقترب من 50 درجة مئة أوية صيف لاهب مع غبار مع تصحر مع قلة مياه الكارثة تكبر الحقيقة والعراق يتحول إلى أرض قاحلة وهؤلاء من يتحملون المسؤولية كل هذا الخراب فبالتالي نحن أمام كارثة كبيرة حقيقة الشعب العراق التي أول من بدأت ثورة الكهرباء بدأت في البصرة في عام 2010 ثورة الكهرباء هذه عندما تفكر بكل الخدمات الأخرى أمنوا اقتصادوا أكلوا شربوا وخدمات ومدارس وتعليموا وطبابة ستجد أن الكارثة كبيرة وأن أهل العراق ما عادوا يحتملون وأن انفجارهم قريب جدا هؤلاء الذين يحكمون العراق يعني سبحان الله ليس لديهم لا بصر ولا بصيرة لا يرون لا يرون أن هذا الذي يفعلوه في العراقيين لن يستمر وأهل العراق شعب أبي ولن يقبل بهذا الضيط وبالتالي الثورة قادمة يطلع مسؤول بالكهرباء وخبير خبير بالطاقة يقول للعراقيين والعراقيات يعني لا تغسلين هدوم ولا أضربوا ينوتي ولا تسوين كل فأجليها كلها بالليل بالنهار الثروة وما يتحدث عن الثروة أنتوا قبل ذلك روح ووفروا الكهرباء هذه الأموال التي اصرفتوها الآن تطلبون من العراقيين أن يساعدوكم في هذا الموضوع لكي تنضي شوية شبكة ساعات قطع الكهرباء تقلل وبالتالي الناس محتمدة على المولدات الأهلية وإلى ما تسمر هذا الحال وهذه كلفة يدفعها المواطن الحقيقة أنه ملف الكهرباء ملف عقيم لا يمكن معالجته لأنه يرتبط بكارثة كبيرة هي كارثة العراق في و بعد الاحتلال وهي كارثة لا تحل إلا بإزالة كل الأسباب بإزالة كل من يرعون المشروع الذي دمر العراق هذا ما يسمح به الوقت أترككم بخير وألتقيكم في حلقة أخرى إلى ذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة